بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في الرابع والعشرين من فبراير شباط حيث تابع الحديث عن الصحابة البدريين رضي الله عنهم ومنهم عبد الله بن عامر بن ربيع وقد روى عن أمه ليلى قالت كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا فلما تهيئنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني وأنا على بعيري أريد أن أتوجه فقال أين يا أم عبد الله فقلت آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله قال صاحبكم الله ثم ذهب فجاءني زوجي عامر بن ربيع فأخبرته بما رأيته من رقة عمر فقال ترجين أن يسلم فقلت نعم فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال ما هذا القبر قالوا قبر فلانة قال أفلا آذنتموني قالوا كنت نائما فكرهنا أن نوقذك قال فلا تفعلوا فادعوني لجنائزكم فصف عليها فصلى وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يحمل الحجارة فيجعله مسجدا فيصلي إليه فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فقلنا يا رسول الله صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وعن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليها عشرا فأكثروا أو أقلوا ثم ذكر أمير المؤمنين صره الله الصحابي حرام بن ملحان يقول حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه جاء أبو البراء العامري زعيم بني عامر لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه إرسال بعض المسلمين لشرح الإسلام لأهل ناجد فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم أعدم ثقته بهم لكن أبو البراء أكد له أنه سيضمن سلامتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين من صحابته لحمل رسالة الإسلام إلى قبائل ناجد ويبدو أنه في الوقت نفسه الذي زار فيه أبو البراء النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من قبائل رعل وزكوان وهما من عشائر بن سليم وقد دعموا طلب أبو البراء كان معظم رجال المجموعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة من الأنصار المتمرسين في القرآن الكريم وكانوا فقراء يكسبون رزقهم من الأخشاب التي يجمعونها خلال اليوم من الغابة ويبيعونها في المدينة المنورة وكانوا يمضون الجزء الأكبر من الليل في العبادة عندما وصلت هذه المجموعة إلى بئر المعونة ذهب من بينهم حرام بن ملحان كرسول للنبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل لتبليغه رسالة الإسلام وقد رحب عامر بن الطفيل ورفاقه بحرام الذي عندما جلس والسراحة بدأ بشرح تعاليم الإسلام إلى الحاضرين وبينما هو يبلغهم الإسلام أتاه رجل من خلفه وقتله بحربته على الفور وعند هذا الهجوم المفاجئ صرخ حرام بن ملحان الله أكبر فست ورب الكعبة ثم قام عامر بن الطفيل بحث بني عامر على الهجوم على جماعة المسلمين وقتلهم لكنهم رفضوا فأخذ معه مجموعة من بني رعل وبني زكوان فساروا ضد المسلمين الذين عندما رأوهم قالوا لهم إنهم لن يحاربوهم فهم جاءوا لتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لغرض القتال ولكن الأعداء لم يكترثوا بما قاله المسلمون وقتلوهم ولم ينجوا منهم إلا كعب بن زيد الذي ظنه الأعداء أنه ميت ولكنه نجى بحياته وكان اثنان من المسلمين وهما عمر بن أمية الضمري والمنذر بن محمد قد أخذانا قتيهما لترعيا فلم يقتلا مع البقية وعندما عادا شعرا بالهلع مما حدث وهم لا يزالان على بعد مسافة من مكان الحدث فتشاورا فيما بينهما عما ينبغي عليهما فعله فرأى عمر أن عليهم الهرب والعودة إلى المدينة المنورة وابلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث ولكن المنذر لم يتفق معه وقال أنه لن يترك المكان الذي استشد فيه أميرهم فذهب إلى مكان الحدث وقتل وهو يقاتل أما عمر فقد أسر وكان سيعدم لولا أن عمر بن الطفيل سمح له بالذهاب عندما علم أنه ضمري وقال إن والدته قد أخذت منه العهد أن يقوم بتحرير العبيد الذين ينتمون إلى قبيلته فأفرج عنه إيفاء لعهد والدته وهكذا لم يبق على قيد الحياة بن السبعين سوى اثنين فقط كان من بين المسلمين الذين قتلوا في بئر المعونة عتيق أبي بكر المخلص عامر بن فهيرة الذي قتل على يد جبار بن سلمة الذي أسلم لاحقا حيث ذكر أنه قد جتذب إلى الإسلام بسبب الكلمات الأخيرة التي قالها عامر بن فهيرة حيث قال كست والله وكان جبار كلما تذكر هذه الحادثة تساءل لماذا نطق عامر بهذه الكلمات وهو يلفظ آخر أنفاسه وعلم بعد ذلك أنه بنظر المسلمين عندما يقتلون في سبيل الله فهذا إنجاز عظيم فتأثر كثيرا بهذا وأسلم في النهاية تقديرا لروح التطحية علم النبي صلى الله عليه وسلم بفاجعتين الرجيع وبئر المعونة وشعر بحزن عميق إذا أذلك لقد كانت الخسارة الفادحة المفاجئة لحوالي سبعين من الصحابة المخلصين والذين كان أكثرهم من حفاظ القرآن الكريم وجميعهم من الفقراء المتواضعين المتقين حدثا بالغ الأسى على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقل سوى إن لله وإنا إليه راجعون وأضاف هذا عمل أبي البراء قد كنت لهذا كارها وفي ختام الخطبة طلب أمير المؤمنين نصره الله من الأحمديين الإكثار من الصدقات والدعاء لإخوانهم في باكستان وبوركين فاسو والجزائر أن يحميهم الله ثم أعلن أنه سيصل الغائب على بعض المرحمين